الحلقة السادسة والعشرون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة وصل الكلام معنا في الحلقة الماضية إلى رسالة من الجزائر وتحديداً من الجزائر العاصمة من الأخ العزيز الفاضل إسماعيل مصطفى الخليلي حدثتكم عن حكاية الرسالة هذه لا أريد أن أعيد الكلام السؤال يدور حول مضمون تؤكده قناة القمر في ثقافتها وفي عقيدتها إنها عقيدة دين العترة الطاهرة من أن الأنبياء والمرسلين شيعة لمحمد وآل محمد وهذا يعني أنه لا مجال للمفاضلة فيما بين محمد وآل محمد وسائر الأنبياء والمرسلين فهم من شعتهم لا مفاضلة ولا مقايسة لا معنى لها بين الإمام وأتباعه الأنبياء والمرسلون شيعة لمحمد وآل محمد رسالة الأخ العزيز من الجزائر حول هذا المضمون الذي أؤكده دائما وهو مضمون يتناقض بدرجة كاملة مع عقائد المذهب الطوسي اللعين إنني أتحدث عن مذهب مراجع النجفي وكربلاء مراجع الحوزة الطوسية اللعين سأذهب معكم في جولة بين آيات الكتاب محطات بحسب ما يسنح به الوقت المحطة الأولى عند الآية الرابعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة إنها آية إمامة إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إمامة قال ومن ذرية قال لا ينال عهد الظالمين الآية تتحدث عن أن إبراهيم نال منزلة الإمامة متى نالها هل نالها في أول حياته أم أنه نالها في آخر حياته لقد نالها في آخر حياته فإبراهيم كان نبيا قبل أن يكون إماما وكان رسولا فهو من أولي العزم من الأنبياء الذين هم من أولي العزم والأنبياء من أولي العزم كلهم رسل كلهم مرسلون فإبراهيم كان نبيا قبل أن يكون إماما وكان رسولا قبل أن يكون إماما وكان خليلا كان خليل الله قبل أن يكون إماما فالإمامة جاءت بعد كل تلك المنازل قطعا ستكون أعلى رتبة وإلا ليس من المنطق أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن منزلة إمامة إبراهيم وهي دون النبوة والرسالة الدليل على أن إبراهيم نال منزلة الإمامة في آخر عمره وفي آخر أيامه الآية نفسها لأن إبراهيم بعدما نال منزلة الإمامة يخاطب الله ومن ذرية متى رزق إبراهيم بالذرية في آخر عمره فليس من المنطق أن إبراهيم قبل النبوة مثلا أو بعد النبوة قبل الرسالة نال الإمامة ولا ذرية له ويتحدث عن ذريته التي لا وجود لها على أخض الواقع مع الله هل يعقل هذا الكلام إبراهيم الخليل يتكلم عن شيء لا وجود له القرآن يخبرنا في الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة من سورة إبراهيم في سياق قصة إبراهيم وهذا دعاؤه وشكره لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء هذا يعني أن إبراهيم كان يدعو لكن الله ما استجاب له إلا في آخر عمره الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وحينما نال الإمامة فإنه طلب من الله أن تكون الإمامة في ذريته وكانت الإمامة في ذريته بحسب ما اشترط الله عليه فهناك الإمامة الإسحاقية الإسرائيلية وهناك الإمامة الإسماعيلية وهي الإمامة المحمدية العلوية الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء كان يدعو لكن استجابة الدعاء ما حصلت إلا في أواخر عمره ونقرأ أيضا في سورة هود في الآية الحادية والسبعين بعد البسملة والتي بعدها في قصة إبراهيم ومجيء الملائكة لأجل إنزال العذاب على قوم لوط وامرأته الحديث هنا عن سارة زوجة إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب من أن يعقوب سيكون حفيدها فإن يعقوب ابن إسحاق وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب كانت يائسة أن تكون لإبراهيم ولها من ذريته قالوا أتعجبين من أمر الله إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب نعود إلى الآية الرابعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة إذن إبراهيم نال الإمامة إنني لا أستعمل أحاديث أهل البيت وإلا فإن أحاديث أهل البيت واضحة إنما أتعاملوا مع الآيات بما هي هي سأعود إلى روايات أهل البيت ولكن بعد أن أبين لكم حقائق ثقافة القرآن سأعود إلى رواياتهم ربما في حلقة يوم غد إذا تم الكلام في آيات الكتاب الكريم في هذه الحلقة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يتحدث عن ذريته وحينما يتحدث عن ذريته فإنه لا يتحدث عن إسماعيل فقط ولد له إسماعيل على الكبر مثل ما مر علينا في الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة من سورة إبراهيم وبعد ولادة إسماعيل ولد له إسحاق هو يتحدث عن إسماعيل وإسحاق مثل ما مر علينا في سورة إبراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إذن إبراهيم نال الإمامة في آخر عمره بعد أن نال النبوة ونال الرسالة ونال الخلة صار نبيا صار رسولا صار خليلا وبعد ذلك صار إماما ماذا يعني هذا هذا يعني أن الإمامة هي أعلى رتبة من النبوة والرسالة والخلة فإمامة إبراهيم أعلى رتبة من نبوته وأعلى رتبة من رسالته وأعلى رتبة من خلته هذا قانون النبوة والإمامة الأنبياء الأنبياء نبينا الأعظم لا يقاتس به نبي من الأنبياء إنه سيد الأنبياء إنه إمام الأنبياء نبينا نبوته ورسالته وإمامته في مستوى في مستوى واحد فليست نبوة نبينا دون رسالته وليست رسالة نبينا دون إمامته هذا محمد محمد أتعرفون ما معنى المحمد المحمد هو الذي يحمد بأعلى درجات المدع محمد وليس محمد هناك تشديد تشديد على الميم المحمد الذي يحمد وقد تختلف درجات حمده في هذه الجهة أو في تلك أما المحمد هو الذي يحمد في أعلى درجات الحمد وبالتساوي في جميع الجهات هذا هو المحمد والقرآن شاهد على ذلك إنه المحمد وإنه الأحمد الأحمد صيغة صيغة أفعل التفضيل إنه الأحمد في كل الوجود كيف كان محمد صلى الله عليه وآله الأحمد في كل الوجود لأنه محمد لأنه محمد لأن الحمد يرتبط به في أعلى المراتب في جميع الاتجاهات إنها الآية الرابعة بعد البسملة من سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم الآية ما قالت وإنك لعلى أخلاق عظيمة لأن الأخلاق تطلق على خصال في الإنسان أما الخلق فإن الخلق يتحدث عن كل صفاته عن كل شأن موصوف يرتبط بخلقه عندنا الخلق وهو التكوين وعندنا الخلق الخلق كل صفات الخلق هناك خلق لمحمد وهناك خلق لمحمد صلى الله عليه وآله خلقه تكوينه أما الخلق كل صفات الخلق ما هو ظاهر وما هو باطن ما هو معلن وما هو مستسر وإنك لعلى خلق عظيم هذه العظمة يوصف بها خلقه في جميع الاتجاهات وليس هناك من تباين في حيثيات خلقه حيث هناك شيء عظيم وهناك ما هو أعظم إنما هو الأعظم في كل الوجود نحن نقرأ في دعاء البهاء المروي عن أئمتنا والذي يقرأ في أسحار شهر رمضان اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها عظمة الله ليس فيها مراتب هذه عظمة محمد وآل محمد إنها عظمة الله التي تتجلى فيهم وتتجلى عظمة الله في وفي كم أيضا ولكن بحسبنا أما أعظم العظمة إنها تتجلى في محمد وآل محمد اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيم اللهم إني أسألك بعظمتك كلها فأعظم العظمة ما تجلى فيهم ما تجلى في محمد صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم نبوته عظيمة رسالته عظيمة إمامته عظيمة فنبوته فنبوته ورسالته وإمامته في مقام واحد لأن نبينا صلى الله عليه وآله ليس أمامه من مقام حتى يرتقي إليه إنه في أعلى المرتقة لو كان أمام نبينا من مقام كي يرتقي إليه لاختلفت مراتب نبوته ورسالته وإمامته ولكانت إمامته هي الأعلى مثلما الحال في إبراهيم لكننا لا نتحدث عن إبراهيم هنا إننا نتحدث عن محمد الأحمد المحمود المصطفى نتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله نبوته ورسالته وإمامته في مقام واحد صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم لا يقهس بمحمد وأهل محمد أحد لا من هذه الأمة ولا في كل الوجود هذا هو معنى سلامنا عليه في زيارته الشريفة السلام على صاحب الوقار والسكينة إنها الذات المستقرة الذات الساكنة هذه الذات التي تترقى إليها العقول أما هي لا تترقى إلى مكان لأنها قد بلغت المرتقى الأعلى وإنك لعلى خلق عظيم هذه الآية تخبرنا عن عظمة محمد صلى الله عليه وآله في جميع الاتجاهات وبمرتبة واحدة فليس هناك من جزء في محمد يكون أقل عظمة من جزء آخر أجزاؤه إن صح هذا التعبير من أن لمحمد أجزاء إن صح هذا التعبير لكن اللغة قاصرة فماذا أصنع للألفاظ والكلمات فليس هناك من جزء فيه يكون أقل عظمة كل أجزائه كل حروفه كل مفرداته كل حيثياته إنه محمد محمد كل حيثياته محمدة محمودة كل حيثياته هي الحيثيات الأحمد هي الحيثيات الأعظم هي الحيثيات الأطهار هي الحيثيات الأعلى والأسنى هذا هو محمدنا صلى الله عليه وآله أعود إلى الآية الرابعة والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي لأن الإمامة جاءته بعد أن شاخ وشاب في أواخر أيام عمره إبراهيم لم يحدثنا القرآن بأنه دعا لذريته بالنبوة والرسالة مع أن ذريته من الأنبياء ومن الرسول أيضا لكنه ما دعا لذريته بهذا بحسب القرآن وإنما دعا لذريته بالإمامة لأنها هي الأعلى وهي الأشرف وإلا فهذا القرآن بين أيدينا لا يوجد فيه من أن إبراهيم دعا لذريته بالنبوة والرسالة وإنما دعا لهم بالإمامة فإن النبوة والرسالة تأتي ضمنا تأتي ضمنا وإن لم تأتي فإن الإمامة هي الأعلى الإمامة هي الأعلى أما النبوة والرسالة وظيفة وظيفة هداية الناس منزلة القرب من الله في الإمامة ولذا فإن إبراهيم طلبها لذريته وما طلب النبوة والرسالة لأن النبوة والرسالة دون الإمامة وإبراهيم وصل إليها في آخر أيامه النتيجة ما هي الإمامة أعلى شأن وأعلى رتبتان من النبوة والرسالة بل لا وجه للمقايسة فيما بين الإمامة والنبوة والرسالة محمد صلى الله عليه وآله إمامته رسالته نبوته في مقام واحد هو إمام الأئمة وهو نبي الأنبياء وهو سيد المرسلين هو سيدهم وأشرفهم وتاج رؤوسهم وهم أتباعه وشيعته إذن في هذه المحطة ومن دون أن أتناول ما جاء في أحاديث العطرة بخصوص هذا الموضوع إنها الآية في سياق الآيات الأخرى من الكتاب الكريم التي ترتبط بالموضوع نفسه الإمامة أعلى رتبة من النبوة والرسالة أمر واضح وواضح جدا أقرأ حديثا للتوضيح للتوضيح فقط فإن الحقيقة صارت جلية من الآيات فقط هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة السادسة والتسعين بعد المئة إنه الباب الذي عنوانه باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن جابر إنه جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إن الله اتخذ إبراهيم عبدا متى اتخذه عبدا من أول لحظة من ولادته عبدا يعني وليا اتخذه وليا جعله مقربا منه إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما فلما جمع له هذه الأشياء الرواية تقول وقبض يده الإمام الباقر هكذا قبض يده من أن الله جمع لإبراهيم كل الأشياء وقبض يده قال له يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما فمن عظمها في عين إبراهيم هي أعظم بكثير من العبودية من النبوة من الرسالة من الخلة فمن عظمها في عين إبراهيم قال يا ربي ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين تلاحظون أن كلام العترة يأتي منسجما زلالا صافيا هناك تعانق واضح بين حقائق القرآن وأحاديث العترة الطاهرة لعنة على منهج حوزة النجف إنه المنهج اللعين الضال القذر الذي فرق بين الكتاب والعترة إنه المنهج الذي دمر أحاديث العترة الطاهرة اللعنة على هذا المنهج النجس تلاحظون أن حقائق الكتاب وحقائق معارف العترة الطاهرة تتكامل في لوحة جميلة ومشرقة جدا في لوحة واحدة على أي حال لا أريد أن أقرأ من الروايات الكثير أعتقد أن الصورة صارت واضحة من أن القرآن يبين لنا يبين لنا القرآن أن الإمامة أعلى رتبة وأعظم بكثير مثل ما قال إمامنا أهل باقر فمن عظمها في عينه لأن أعظم بكثير من النبوة والرسالة والخلة نذهب نذهب إلى فاصل من النبوة محمد محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمن يا سيدنا يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفى لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفى لنا عند الله يا فاطمة يا فاطمة الزهراء يا بلت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا اشفعي لنا من الله للتذكير للتذكير فقط وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما الإمامة الإبراهيمية مبتنية على ما أتم له الله من كلمات ما أتم لإبراهيم في تفسير العترة هذه الكلمات هي الكلمات التي تاب الله بها على أبينا آدم حينما نقرأ في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة من سورة البقرة في قصة أبينا آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم بحسب أحاديثهم الكلمات يا محمود بحق أحمد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين هذه كلمات أبينا آدم وصلت إلى الإسم الخامس أما إبراهيم فقد أتم الله عليه الكلمات كما يقول إمامنا الصادق أتمها الله عليه إلى القائم إلى الإسم الرابع عشر إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر محمد علي فاطمة ومن بعد فاطمة أولادها من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد الحجة بن الحسن أساس إمامته هو هذا وهذا هو الموجود في أحاديث العترة من أنه ما من نبي نبء إلا وأخذت عليه المواثيق والعهود بنبوة نبينا وإمامة علي والأئمة من بعده الأئمة من بعد علي تأتي إمامة فاطمة ومن بعد فاطمة تأتي إمامة الأئمة من ولدها من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد فما من نبي نبء إلا وقد نبء على أساس مواثيقي وعهودي ولاية محمد وآل محمد وهذا ينسجم مع كلمات الآيات ومع ما جاء من تفسيرهم لقرآنهم وبغض النظر عن هذه التفاصيل وهي كثيرة فإن الآية مع الآيات التي أشرت إليها بخصوص هذه الآية تتضح الحقيقة واضحة بينة جلية من أن الإمامة أعظم وأعظم وأعظم من النبوة والرسالة هذه محطتنا الأولى ننتقل إلى المحطة الثانية وإلى الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة من سورة الصافات وإن من شيعته لإبراهيم بحسب سياق الآيات في سورة الصافات فإن الضمير يعود على نوح النبي سلام على نوح في العالمين إنها الآية التاسعة والسبعون بعد البسملة من سورة الصافات نستمر في القراءة سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين من أعدائه وإن من شيعته لإبراهيم فإبراهيم من شيعة نوح نوح النبي هو نبي رسول وهو أول الأنبياء من أولي العزم ونوح النبي هو شيخ المرسلين وهو أشرف الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد وأدل دليل على ذلك فإن إبراهيم الذي كل الأنبياء دونه في المرتبة جاء مذكورا هنا من أنه من شيعة نوح إذا كان إبراهيم من شيعة نوح أفلا يكون من شيعة محمد صلى الله عليه وآله ماذا تقولون وإذا كان إبراهيم من شيعة محمد صلى الله عليه وآله أفلا يكون من شيعة علي ماذا نقرأ في سورة طاها في قصة موسى وهارون واجعلي وزيرا من أهلي الآية التاسعة والعشرون بعد البسملة من سورة طاها واجعلي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري أشركه في أمري فمن كان شيعة لموسى فهو شيعة لهارون وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا معا في المنزلة نفسها إنك كنت بنا بصيرة قال قد أتيت سؤلك يا موسى فهارون شريكك في الأمر قد أتيت سؤلك يا موسى وعلي من محمد كهارون من موسى هذه بديهية من بديهيات الثقافة في ديننا هذا هذا صحيح البخاري الحديث موجود في صحيح البخاري وموجود في صحيح مسلم حديث المنزلة من أن منزلة علي من محمد صلى الله عليهما وآلهما كمنزلة هارون من موسى هذا هو القرآن يشرح لنا هذه المنزلة وأشركه في أمري فإذا كان إبراهيم من شيعة نوح ألا يكون من شيعة محمد نوح كذلك من شيعة محمد صلى الله عليه وآله فمثل ما إبراهيم من شيعة نوح فإن نوحا من شيعة محمد صلى الله عليه وآله هذا يعني أن الأنبياء يكونون شيعة لبعضهم فمثل ما صار إبراهيم وهو إبراهيم الخليل وهو أبو الأنبياء صار من شيعة نبي آخر فإن كل الأنبياء سيكونون من شيعة محمد صلى الله عليه وآله فحينما يكونون من شيعة محمد فإنهم سيكونون من شيعة علي إنهم من شيعة أئمتنا أتعلمون أن في الأحاديث عندنا من أن إبراهيم لما جاءه ملك الموت كي يقبض روحه طلب من ملك الموت أن يقبض روحه وهو في حالة سجود شكر لماذا تشبها بشيعة علي لأن الرواية فيها تفصيل لما أرى الله إبراهيم ملكوت السماوات فرأى أنوارهم صلوات الله عليهم عند العرش ورأى أنوارا كثيرة تحيط بهم ولما سأل إبراهيم عن هذه الأنوار قيل له هذه أنوار شيعتهم ولما سأل عن أوصافهم وخصالهم أخبر من أنهم يسجدون سجود الشكر يعفرون جباههم على التراب خضوعا وتذللا وعبودية وشكرا لله إلى هذا أشار حديث إمامنا الحسن العسكري من أن علامات المؤمن الصلوات 51 وزيارة الأربعين والتختم باليمين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وتعفير الجبين تعفير الجبين إنه التعفير في سجدة الشكر علامة من علامات شيعة علي فإبراهيم في الرواية سجد كي يعفر جبينه مثلما أخبر من أن من أبرز علامات شيعة علي شيعة محمد وآل محمد من أنهم يفعلون هذا فقال لملك الموت اقبض روحي وأنا على هذه الهيئة وأنا على هذه الحالة متشبها بشيعة علي وآل علي متشبها بشيعة محمد وآل محمد لا أفرض الرواية على أحد تقولون من أنها ضعيفة السند لكنها تأتي منسجمة مع منطق القرآن ولا أريد مناقشة هذا الموضوع إنما هي توضيحات كي تعرفوا من أنكم تجهلون وتجهلون حقائق دين العترة الطاهرة لأنكم تأخذون دينكم من أناس لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة وإن من شيعته لإبراهيم من شيعة نوح فإذا كان إبراهيم من شيعة نوح فهو من شيعة محمد صلى الله عليه وآله وهو من شيعة علي لأن علي ليس شريكا لمحمد صلى الله عليه وآله في الأمر بل هو نفسه القرآن هو الذي يصرح بهذا في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران فمن حاجك فيه حاجك في عيسى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم النقاش الطويل الذي دار بين النصارى وبين رسول الله صلى الله عليه وآله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسهنا وأنفسكم من هو الذي يكون في هذا الموضع غير الذي يكون شريكا له في أمره هل تستطيعون أن تضعوا شخصا آخر غير هذا حتى لو لم تكن عندنا الأحاديث القطعية من أن المراد من أنفسنا هنا علي صلوات الله عليه حتى لو لم تكن عندنا هذه الأحاديث حديث المنزلة يقودنا كي نعرف تفاصيل هذه المنزلة إلى سورة طاها وأشركه في أمري فمن الذي يمكن أن يوصف بهذا الوصف إلا هذا الذي يكون شريكا في أمره وأنفسنا وأنفسكم فشيعة محمد هم شيعة علي شيعة محمد هم شيعة آل محمد والأنبياء طرا بصريح القرآن إذا كان إبراهيم من شيعة نوع فكيف لا يكون من شيعة محمد صلى الله عليه وآله ونوع كذلك نوع كذلك من شيعة محمد صلى الله عليه وآله إنما ذكر نوع وذكر إبراهيم لأن نوع هو شيخ المرسلين هو أشرف الأنبياء وذكر إبراهيم لأن إبراهيم هو الأشرف من بعد نوع فإذا كان إبراهيم هو والأشرف من بعد نوع كان من شيعة نوع هذا يعني أن سائر الأنبياء من دون إبراهيم هم من شيعة نوع وحينئذ فإن جميع الأنبياء والمرسلين هم من شيعة محمد صلى الله عليه وآله بما فيهم نوع فمثلما صار إبراهيم وهو نبي من شيعة نبي آخر فإن نوحا كذلك سيكون من شيعة نبينا صلى الله عليه وأهله نوح في رواياتنا في يوم القيامة لا يشهد له رسول الله الذي يشهد لنوحا بنبوته ورسالته وديانته الحمزة وجعفر الطيار الأحاديث عندنا هكذا تقول يعني أن الحمزة وجعفر الطيار أعلى منزلة من نوح هذا في رواياتنا في روايات العترة الطاهرة وسأعود إلى هذه الروايات لكن الأمر واضح واضح حينما نقرأ في القرآن من أن إبراهيم من شيعة نوح هذا يعني أن كل الأنبياء من شيعة محمد فإذا كانوا من شيعة محمد فهم من شيعة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكي عن صالح مولى بن العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا خمس عشر ليل عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجل عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان المحطة الثالثة عند الآية الحادية والثمانين بعد البسملة من سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين هذه المواثيق التي أخذت على الأنبياء التي أشرت إليها قبل قليل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين المضمون الإجمالي لهذا الميثاق ما هو الآية تبينه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم من هو هذا الرسول الذي يصدق كل شيء عند الأنبياء إنه النبي الخاتم هل يوجد أحد غيره وإذ أخذ الله ميثاق النبيين جميعا المرسلون داخلون في هذا العنوان لأنه كل مرسل فهو نبي المرسلون والنبيون غير المرسلين يجتمعون تحت هذا العنوان وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هذا هو النبي الخاتم الذي يصدق كل ما تقدم ماذا جاء في مضمون الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين هذا الميثاق الذي أخذ على الأنبياء أن يكون من أتباعه أن يكون من شيعته تدبروا في الآية تدبروا فيها ودقق النظر فيها إنها الآية الحادية والثمانون بعد البسملة من سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كل الأنبياء والمرسلين لما آتيتكم من كتاب وحكمة الحديث عن كتاب وحكمة وهذا شأن المرسلين لأن الأنبياء ما كلهم قد نزلت إليهم الكتب بعض الأنبياء نزلت الكتب إليهم المرسلون هم الذين نزلت إليهم الكتب جميعا كل المرسلين عندهم كتب أما الأنبياء لا نستطيع أن نقول من أن كل الأنبياء عندهم كتب بعضهم نزلت إليهم الكتب وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لكل ما عند الأنبياء هل هناك غير محمد ماذا تقولون هذا هو الذي سيكون مصدقا لكل ما عند الأنبياء والمرسلين لأنه سيدهم لأنه النبي الخاتم صلى الله عليه وآله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هذا هو الميثاق وبالتأكيد هذه لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة لتؤمنن اللام لام التوكيد والنون المثقلة في آخر الفعل واللام التوكيدية في أول الفعل لتؤمنن به ولتنصرنه وأيضا لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري إصري يعني عهدي وأخذتم على ذلكم إصري هذا هو عهدي إليكم قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدي هذا الميثاق ميثاق طاعة رسول الله وميثاق طاعة رسول الله هو ميثاق طاعة آل رسول الله بحسب القرآن في سورة النساء في الآية التاسعة والخمسين بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب يوجه إلى الأنبياء أولا بحسب الآية التي قرأتها عليكم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم فما هو الميثاق؟ لتؤمنن وهذا الخطاب هنا يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب يوجه أولاً للأنبياء ثم لعامة المؤمنين ولذا في أحاديثهم حينما يتحدثون عن طينة شيعتهم يتحدثون عن الأنبياء وعن شيعتهم من غير الأنبياء لأن طينة الأنبياء هي هي طينة شيعتهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولو الأمر أهل محمد لا يوجد أحد غير هؤلاء التأريخ الواقع حقائق القرآن والمنطق السليم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فهل يعقلوا أن الله سبحانه وتعالى أخذ المواثيق على الأنبياء بطاعة رسول الله ووقف الكلام عند رسول الله هذه المواثيق أخذت لأن جمعاً من الأنبياء سيكونون مع إمام زمان حتى في كتب السنة فإن عيسى المسيح سيكون مع المهدي هذا نبي كيف سيكون طائعاً لإمامنا لأن المواثيق قد أخذت عليه أن يكون مطيعاً لمحمد وآل محمد فعيسى المسيح داخل في هذه الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وفي السياق نفسه في سورة النساء إنها الآية التاسعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا السياق في الحديث عن عيسى المسيح الكلام عن بني إسرائيل من أنهم لابد أن يؤمنوا بعيسى المسيح متى يكون هذا عند ظهور إمام زماننا وإلا قبل هذا الوقت متى آمن اليهود بعيسى المسيح وقولهم إِنَّا قَتَنَّا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ هُمْ كَمَا يَزْعُمُونَ أنهم قتلوا عيسى نحن نتحدث عن قرآننا لا شأن لنا بعقائد اليهود وعقائد النصارى ماذا يعتقدون تلك عقائدهم لهم نحن نتحدث عن قرآننا فإن القرآن يقول من أن بني إسرائيل يتحدث عن اليهود لابد أن يؤمنوا بعيسى المسيح قبل موته متى يكون هذا عيسى المسيح ما مات لا زال حيا إنما يموت في عصر الدولة المهدوية القائمية بعد أن يقضي على الدجال على الدجال المسيحي اليهودي أما الدجال السني الدجال السقيفي والدجال الشيعي الطوسي النجفي الكربلائي الإمام الحجة هو الذي سيقضي على هؤلاء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدة رواية جميلة أقرأها عليكم من تفسير القمي الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والخمسين بعد المئة بسنده بسند القمي عن أبي حمزة إنه أبو حمزة الثمالي عن أبي حمزة عن شهر بن حوشب قال قال لي الحجاج إنه الحجاج الثقفي وشهر بن حوشب من علماء الحديث معروف قال قال لي الحجاج إن آية في كتاب الله قد أعيتني لأن الحجاج في بداية أمره كان معلما يعلم الصغار القرآن كان معلما للقرآن في بداية أمره قبل أن ينخرط في قصور بني أمية في الشام حينما كان في الجزيرة حينما كان في الحجاز كان يعلم القرآن شهر بن حوشب يقول قال لي الحجاج إن آية في كتاب الله قد أعيتني فقلت أيها الأمير أيّة آية هي فقال قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته والله إني لأمر باليهودي والنصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمت حتى يموت الحجاج كان يفهم الآية من أنها تتحدث عن أن اليهود والنصارى سيؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله قبل أن يموت فهم الآية هكذا من أن أي شخص من أهل الكتاب من اليهودي والنصارى سيؤمن بمحمد قبل أن يموت هذا اليهودي أو النصراني ولذا هو هكذا يقول والله إني لأمر باليهودي والنصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه أي يظهر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله فقلت أصلح الله الأمير ليس على ما تأولت الآية ليست كذلك قال كيفه قلت إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا نصراني إلا آمن به قبل موته ويصلي خلف المهدي قال ويحك أنا لك هذا ومن أين جئت به فقلت حدثني به محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب يشير إلى إمام الباقري صلوات الله عليه فقال جئت بها والله من عين صافيه وهو عدوهم الحجاج عدوهم لكنه يعرف الحقيقة هذا الحال هو الحال في زمان الأئمة وفي زمان الغيبة أيضا حينما يسمعون هذه الحقائق يقولون من أنها من عين صافية لكنهم يعاندون دين العترة الطاهرة ويحاربون أولياء العترة الطاهرة هذا هو الواقع الذي يجري اليوم وهو هو كان في الماضي وهو هو سيكون في قادم الأيام حتى ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فعيسى المسيح نازل 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 الأحاديث موجودة حتى في صحيح البخاري هذا هو صحيح البخاري الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان البخاري توفي سنة 256 للهجرة كتاب أحاديث الأنبياء وهو الكتاب الستون من كتب صحيح البخاري الباب الحادي والخمسون باب نزول عيسى بن مريم صفحة 614 رقم الحديث 3449 أو 40 يبدأ الحديث حدثنا ابن بكير هكذا يقول البخاري إلى أن يقول السنة عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتار فهذه كتب الأباترة وهذه أحاديثهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم من هو هذا الإمام هذه الأحاديث ينقلها البخاري ومسلم يقطعونها يدلسون فيها لكن الحقيقة تبقى واضحة كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وسيكون ابن مريم مأموما بإمامنا ويصلي خلفه هذا صحيح البخاري وكما قلت لكم البخاري توفي سنة 256 للهجرة هذا كتاب الفتن لنعيم ابن حمات المتوفى قبل البخاري نعيم ابن حمات من كبار محدثي سقيفة بني ساعدة توفي سنة 229 للهجرة قبل البخاري الذي توفي سنة 256 للهجرة فابن حمات توفي سنة 229 للهجرة صحيح أن علماء السنة يضعفون هذا الكتاب أتعلمون لماذا لأن ابن حمات روى فيه عن الأئمة الأطهار هذا هو السبب يضعفون هذا الكتاب مع أنهم يوثقون ابن حمات توثيقا عظيم ويأخذون برواياته في غير هذا الكتاب لكنه روى عن الباقر والصادق في هذا الكتاب فصار الكتاب ضعيفا على أي حال هذه الطبعة طبعة مكتبة الصفا القاهرة مصر الطبعة الأولى 2003 ميلادي صفحة 338 إنه الباب الخامس والستون نزول عيسى بن مريم وسيرته رقم الحديث 1333 بسنده بسند ابن حمات عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتار ذكر رسول الله الدجال فقالت أم شريك كانت حاضرة فأين المسلمون يومئذ يا رسول الله قال ببيت المقدس يخرج حتى يحاصرهم وإمام الناس يومئذ رجل صالح من هو هذا فيقال صلى الصبح بدأ الإمام الرجل الصالح يصلي فإذا كبر ودخل فيها ودخل في الصلاة نزل عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا رآه ذلك الرجل عرفه فرجع يمشي القهقرة فيتقدم عيسى فرجع يمشي القهقرة رجع عن الصلاة كي يتقدم عيسى فيتقدم عيسى فيضع يده بين كتفيه ثم يقول صلي فإنما أقيمت لك أنت الإمام فيصلي عيسى وراءه إلى آخر ما جاء في الرواية التي ذكرها ابن حمات فيضع يده بين كتفيه عيسى يضع يده بين كتفيه ذلك الرجل الصالح حذفوا اسمه ووصفوه بالرجل الصالح إنه إمام زماننا ثم يقول صلي فإنما أقيمت لك فيصلي عيسى وراءه كتاب آخر من كتبه إنه كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان لمحمد ابن يوسف الكنجي الشافعي هذا محمد ابن يوسف الشافعي قتلوه قتلوه الشاميون في مسجد دمشق في مسجد الشام قتلوه سنة ستمية وثمانية وخمسين للهجرة هو سني لم يكن شيعيا ولكن كان يحدث الناس عن إمام زماننا فقالوا من أنه رافضي وقتلوه واتهموه كذلك بالعمالة للمغول الأمر هو هو في كل زمان بما أن المغول مستعمرون فهو عميل للمستعمر مستعمرون محتلون قلوا ما شئتم في كتاب البيان في الصفحة العشرين بأسانيده بأسانيد محمد ابن يوسف إلى أن يقول وحدثنا سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله فيلتفت المهدي وقد نزل عيسى بن مريم كأنما يقطر من شعره الماء نزل من السماء فيقول المهدي تقدم صل بالناس فيقول عيسى إنما أقيمت الصلاة لك فيصلي عيسى خلف رجل من ولدي فإذا صليت إذا صليت الصلاة قام عيسى حتى جلس في المقام فيبايعه يبايع الإمام يصلي خلفه ويبايعه هذه أحاديث الكتب السنية هذا البخاري المتوفى سنة ميتين وستة وخمسين وهذا ابن حماد نعيم ابن حماد المتوفى سنة ميتين وتسعة وعشرين وهذا محمد ابن يوسف الشافعي المتوفى المقتول اتهاماً بأنه رافضي شيعي سنة ستمية وثمانية وخمسين للهجرة هذه كتب القوم ومر علينا قبل قليل ما قرأته من حديث مروي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه الذي حدث به الحجاج هو شهر ابن حوشب الآيات واضحة وصريحة جداً تتحدث عن أن الأنبياء يصلون خلف أئمتنا عن أن الأنبياء من أتباعه أخذت المواثيق عليهم هل تريدون من القرآن ومن الأحاديث الشيعية والسنية على حد سواء أن تذكر لكم قائمة بأسماء كل الأنبياء إنها أمثلة إنها أمثلة واضحة مثلما تحدثت سورة الصافات عن أن إبراهيم من شيعة نوح تتحدث الآيات هنا عن أن عيسى يصلي خلف مهدي آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل لَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ أَسْتَقَرَّتْ بِكَ النَّوَارِي بَلْ أَيْنَ أَرْضِينَ تُغِلُّكَ أَوْ سَرَاياً أَبِرَضْ لَا أَوْ غَيْرِهَاً أَمْذِي طُوَاً أَمْذِي طُوَاً أَزِيزٌ عَلَيَّاً أَنْ أَرَى الْخَالِكِ أَا يَا اَحْيَاً أَنْ أَسْمَعُ لَكَ حَسِيسًا وَلَا مَجْوَى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيبين لم يخلو منا بنفسي أنت من لازحين ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائقين يتمنى من مؤمنين ومؤمنتين ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد العميل لا تضاها بنفسي أنت من نصيف شرفين لا يسامى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوة المحطة الرابعة عند الآية الثامنة والأربعين بعد البسملة من سورة المائدة دققوا النظر معي في هذه الآية وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه هيمنة القرآن على كل الكتب ماذا يعني هذا؟ هيمنة دين محمد على كل الأديان ماذا يعني هذا؟ هيمنة محمد على كل الأنبياء والمرسلين فإذا كان القرآن هو الكتاب المهيم على كل الكتب فأولياؤه أولياء القرآن إنهم الراسخون في العلم وما يعلم تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هؤلاء هم المهيمون المهيمون على أصحاب الكتب الأخرى لأن كتابهم هو الكتاب المهيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه لكل الكتب المتقدمة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله بما أنزل الله في كتابك فأنت الحاكم أنت الحاكم على كتبهم وأنت الحاكم على أنبيائهم وأنت الحاكم على أممهم فكتابك المهيمون ودينك المهيمون وأنت أنت الحاكم المهيمون ومن بعدك يأتي الراسخون في العلم إنهم أولو الأمر الذين مر ذكرهم في الآيات المتقدمة وأشركه في أمري وأشركه في أمري هذا المعنى ينطبق على أمير المؤمنين ومن أمير المؤمنين ينتقل إلى الأئمة من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق فإن الحق معك فقط لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة إلى آخر ما جاء في الآية موطن الشاهد هنا من أن القرآن هو الكتاب المهيمن على جميع الكتب ومصداق جاء في الكتاب الكريم في الآية الخامسة بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر لأن الهيمنة للذكر وما الزبور إلا فرع الأصل هنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فجاءت الكتابة في الزبور من بعد الذكر مع أن الزبور نزل إلى الأرض زمانياً بحسب الزمان الترابي بحسب الزمان الأرضي قبل القرآن لكن الأصالة أين إن الأصالة في القرآن هو الكتاب المهيمن وهذه الكتب فروع هذه الكتب أجزاء الحقيقة الكلية في القرآن ولهذا السبب فإن القرآن نسخ الكتب والكتب التي قبله لماذا نسخها؟ نسخها لأنه الأعلى لأنه المهيمن وهكذا فإن الدين الذي هو دين القرآن ناسخ للأديان الأخرى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون في الآية الخامسة والخمسين من سورة الإسراء إنها الآية الخامسة والخمسون بعد البسملة من السورة ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ومن جملة ما فضلنا به داود أن آتيناه الزبور وآتينا داود زبور فهذا الزبور الذي فضل به داود على مجموعة من الأنبياء يكون داود هو المفضل بينهم وكان الزبور وكان الزبور علامة تشير إلى ذلك هذا الزبور كتاب جزئي كتاب فرعي واقع تحت هيمنة الكتاب الأصلي تحت هيمنة الكتاب الكلي إنه القرآن الآيات واضحة واضحة جدا وهيمنة القرآن تتجلى في أسبقيته مثل ما بيّنت هذه الآيات وفي أكمليته في أكمليته فإننا نقرأ في الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة من سورة النحل ونزلنا عليك الكتابة تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين هذا الوصف لم يأتي بخصوص التوراة ولم يأتي بخصوص الإنجيل حدثنا القرآن عن التوراة وعن الإنجيل في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة المائدة إنّا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وليس تبياناً لكل شيء هذا هو تعريف التوراة في القرآن إنّا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار إلى آخر الآية فالتوراة هذا تعريفها فيها هدى ونور ومن بعد التوراة الإنجيل في الآية السادسة والأربعين بعد البسملة من سورة المائدة وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ولكن ليست بياناً لكل شيء هذه التوراة وهذا الإنجيل والإنجيل هو الكتاب الأهم لأنه الكتاب المتأخر فالإنجيل يكون أعلى رتبة من التوراة لأنه هو المتأخر ولذا فإن وصفه يشير إلى أنه أعلى رتبة من التوراة التوراة فيها هدى ونور أما الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى هدى ثانية هذه مرتبة أخرى وهدى وموعظة للمتقين وإلى آخر ما جاءت الآيات تتحدث عن التوراة والإنجيل ثم انتقلت كي تتحدث عن القرآن في الآية الثامنة والأربعين بعد البسملة من سورة المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فأنت الحاكم ودينك الحاكم وكتابك الحاكم وأنت المهيمن وكتابك المهيمن وهذا الكتاب هو الذي يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر وهو الذي يخبر عن أن علي شريكاً في أمره وأشركه في أمري أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جداً هذا الكتاب المهيمن من الذي يهيمن عليه ويشرف عليه محمد صلى الله عليه وآله في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه المفسر مهيمن الذي يهيمن على القرآن محمد صلى الله عليه وآله وفي الآية الرابعة والستين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النحل وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِلَّا لِتُبَيْنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ المهيمن على هذا الكتاب هو محمد صلى الله عليه وآله وإذا ذهبنا إلى الآية السابعة من سورة آل عمران وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ قطعا محمد سيده لكنهم معه بنفس الدرجة جاء الوصف شاملا لهم جميعا ما قالت الآية وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمُحَمَّدٌ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ إنما جاء الوصف لمحمد وأهل محمد فليس من المنطق أن محمد لا يذكر في هذه الآية إذا أريد من الراسخين في العلم العلماء بشكل عام وهم لا يعرفون تأويل القرآن بحسب القراءة السنية إذن أين موقع محمد في هذه الآية؟ محمد موجود في هذا الوصف الراسخون في العلم فمحمد هو عالم بالقرآن ومهيمن عليه وهو مفسر له مثلما مرت الآيات في سورة النحل في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة وفي الآية الرابعة والستين بعد البسملة فمحمد هو سيد هؤلاء لكن هؤلاء وصفوا بنفس الوصف لأن علمهم علم واحد هو هو فما عند محمد من العلم عند علي وما عند علي عند فاطمة وما عند فاطمة عند الحسن والحسين وهكذا إلى قائم آل محمد علمهم واحد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هؤلاء هم الراسخون وهم المهيمنون الكلام هو هو إذا ما ذهبنا إلى سورة الواقعة وإلى الآية السابعة والسبعين بعد البسملة وما بعدها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالم هؤلاء هم الذين يمسونه هؤلاء هم الذين يهيمنون عليه إنهم أصحاب آية التطهير الآية الثالثة والثلاثون بعد البسملة من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الآية أمرت نساء النبي إنها الآية التي بعد هذه الآية الآية الرابعة والثلاثون بعد البسملة من سورة الأحزاب هذه الآية أمرت نساء النبي بتلاوة كتاب الله واذكرن ما يتلى في بيوتكم من الذي يتلو في بيوتهن المعصومون محمد علي فاطمة الحسن الحسين هؤلاء أصحاب آية التطهير هؤلاء هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته فهم حينما يتلون الكتاب يدركون أسراره يعرفون حقائقه هؤلاء هم المطهرون لا يمسه إلا المطهرون إنهم أصحاب آية التطهير يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لو كنا نساء النبي قد دخلنا في هذه الآية لما جاء الأمر إلى نساء النبي أن يذكرنا القرآن بحسبهن وأن يتعلمن من الذين يتلون الكتاب في بيوت محمد وآل محمد الذين يتلون الكتاب حق تلاوته أولئك هم المطهرون واذكرنا ما يتلى في بيوت كنا من آيات الله والحكمة فإن قراءة نساء النبي ما هي بتلاوة حقيقية إنها تلاوة مجازية لأن التلاوة الحقيقية لا بد أن يكون التالي مدركا لحقائق القرآن وهذا أمر خاص بالمطهرين بأصحاب آية التطهير إنهم هم هم الراسخون في العلم هؤلاء هم الذين يهيمنون على هذا الكتاب الذي يهيمن على كل الكتب وأعتقد أن آية الغدير إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة حاكمة على الكتاب وكل شؤونه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإن الكتاب جزء من الرسالة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الآية السابعة والستون والستون من سورة المائدة السابعة والستون بعد البسملة تخاطب النبي بهذا الخطاب يا أيها الرسول ما خاطبته يا أيها النبي مع أن نبوة النبي ورسالته وإمامته بحد واحد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا التبليغ بشأن الإمامة وإن لم تفعل فإن الإمامة هي الأعلى وإمامة علي متفرعة عن إمامة محمد صلى الله عليه وآله لكن الآية نظرت إلى حيثية الرسالة وإلا ففي حقيقة الأمر فإن نبوة محمد ورسالته وإمامته وإمامته في أفق واحد مثل ما قدمت لكم قبل قليل إذن المحطة الرابعة تحدثنا تحدثنا عن هيمنة هيمنة القرآن وإمامه على كل وإن المحطة الرابعة وإنهم أنهم الراسخون في العلم هم المهيمنون كل الكتب تابعة للقرآن كل الكتب تشايع القرآن تتابعه فهو فهو الأصل وهو الأسبق وهو الأكمل وهو الأمثل وكذاك أنبياء تلك الكتب أمم تلك الكتب أتباع وشيعة لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعتقد أن المحطات أخذت ترسم صورة كاملة وأخذت هذه المحطات يكمل بعضها بعضا من المحطة الأولى التي صار واضحا من مضمونها أن الإمامة أعظم منزلة ورتبة من النبوة والرسالة ومن المحطة الثانية من أن جميع الأنبياء شيعة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم المحطة الثالثة إنه الميثاق المأخوذ على الأنبياء والمرسلين أن يكونوا من شيعتهم من أتباعهم من أوليائهم المحطة الرابعة هيمنة القرآن على كل الكتب هيمنة دين محمد صلى الله عليه وآله على كل الأديان وهكذا هيمنتهم هيمنة محمد وآل محمد على جميع الكائنات هذا المضمون الذي نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم هو شر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قيل يا رسول الله ويكون ذلك قال نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفة المحطة الخامسة هذه محطة تكميلية لما تقدم في المحطات السابقة بخصوص الإنجيل ولماذا يكون الحديث عن الإنجيل لأنه الكتاب الأكمل بالقياس إلى الكتب المتقدمة في الآية السادسة والأربعين بعد البسملة من سورة المائدة وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة التوراة صدقت ما بين يديها مما تقدم من الكتب وهذا الإنجيل يصدق ما جاء في التوراة فهو يصدق جميع الكتب التي تقدمت وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ماذا نقرأ في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة تلاحظون هذا التأكيد على أن الكتب المتأخرة تصدق ما قبلها يعني أنها أكمل مما قبلها الكتب المتقدمة موجودة في الكتب المتأخرة وفي الكتب المتأخرة ما هو أكثر هذا هو الذي تريد الآيات أن تقوله وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فالإنجيل كتاب مبشر أصلا معنى الإنجيل البشارة معنى كلمة الإنجيل البشارة إنها البشارة بمحمد صلى الله عليه وآله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لن يكون كتابا كاملا بالقياس للكتاب الذي سيأتي من بعده القرآن بماذا بشر القرآن بماذا بشر القرآن بشر بحاكمية محمد التي تتجلى في فاتحة أمرها بظهور إمام زماننا ولذا فإن ما جاء في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة نفسها من سورة الصف التي وردت فيها بشارة عيسى المسيح بأحمد صلى الله عليه وآله في الآية التاسعة بعد البسملة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه بشارة القرآن وصلنا إلى وقت أذان النجف تكملة الحديث تكون غدا في الحلقة القادمة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر